وزيرة الهجرة والمهجرين وخلال زيارتها محافظة ميسان تفتتح رسميا المجمع السكني وتوزع أكثر من سبعين شقة سكنية على مستحقيها من فئات عناية الوزارة هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه لوزارة الهجرة سيسهم في تخفيف جزء من أزمة السكن التي تعاني منها المحافظة كانت التوزيع حسب الأولوية لهم كبار سن والنساء الأرامل والمطلقات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة كان لهم مطلب حقيقة أنه يتم تخفيض المبلغ استجابة وزارة مفاتحة مجلس الوزراء أما يتم تخفيضها أكثر بنسبة 50% أو يتم إطفاءها نهائيا بعد أن يسكنها لمدة سنة كاملة هذا المشروع هو أكيد أنه سيحل جزء من مشكلة السكن لعدد محدود من أبناء محافظة ميسان ضمن شريحة المهاجرين والمهاجرين إن شاء الله محافظة ميسان ساهمت في هذا المشروع بشكل كبير جدا من إيصال الخدمات المستفيدون من هذا المشروع ثمنوا هذه الخطوة التي ستسهم في حل مشكلاتهم مع السكن لكن البعض الآخر طالبت جهات الحكومية بتخفيض الأسعار والأقصاد الشهرية مرة صاحبة هيتام وعده ولد منغولي وزوجه شهيد هل يعقل شقة هل قدوتها ب60% إذا استمرت صدق 25 سنة؟ ولو أنا راحنا لآخرتي أنا ماضى الله ولكن رحمة ببناتي ونطلب من رئاسة الوزراء ومن الست فائق إيفان فائق جابره بتخفيض الأسعار ويتكون هذا المشروع من 300 وحدة سكنية مجهزة بكافة الخدمات الأساسية فيما تحتاج ميسان إلى أكثر من 60 ألف وحدة سكنية حسب تأكيدات الإدارة المحلية لحل مشكلة تفاقم أزمة السكن وزارة الهجرة والمهجرين توزع بشكل رسمي أكثر من 70 شقة سكنية على مستحقها من فئات عناية الوزارة خطوة ستسهم في تخفيض أزمة السكن التي تعاني منها ميسان سيد لبدياري العراقية الأخبارية ميسان